اشتركوا في القناة لنتعرف على هذا الموضوع وإن كنتم لأول مرة تشاهدون قناتنا التعليمية التلميذ المتميز لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الإعجاب وكذلك تفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد وبدون إطالة وعلى بركة الله لنتعرف على الموضوع والتمرين الأول على نقطتين يقول أجب صحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ أولا تكون النباتات في الجزائر أكثر كثافة في الصحراء صحيح أو خطأ ثانيا نرمز لملح الأزود بكاء صحيح أو خطأ ثالثا الحلفاء نبات يكثر في مناخ البحر الأبيض المتوسط صحيح أو خطأ رابعا وأخيرا يكون جنين الحيوانات البيوضة في الوسط المائي محميا بغلاف مارين صحيح أو خطأ التمرين الثاني أيضا على نقطتين يقول ضع الكلمات التالية مكان الفراغ المناسب إذن الكلمات هي قليلة الماء غير الزراعية المنحدرات الأملاح المعدنية الأسمدة الطربة وحوف الطرقات لدينا هنا جملة ثم فقرة صغيرة الجملة تقول تستمد النباتات الخضراء فراغ من فراغ وفراغ أما الفقرة تقول تتطلب النباتات الزراعية إضافة فراغ من أجل النمو الجيد وعكس ذلك فإن النباتات فراغ تكتفي بكميات فراغ من الأملاح المعدنية مثل التي تنمو في لدينا فراغ وفراغ إلى التمرين الثالث أيضا نقطتين يقول يوجد نوعان من الإلقاح أذكرهما بالشرح مع إعطاء أمثلة إذن لديكم هنا سطرين ما عليكم إلا كتابة نوعين من الإلقاح بالشرح والأمثلة التمرين الرابع أربع نقطة يقول أضع أسماء المكونات الداخلية لبيضة الدجاج في الرسم التالي إذن ما عليكم إلا أن تكتبوا البيانات مع وضع العنوان أيضا بعدما تعرفنا الآن على هذا الموضوع ما على التلميذ إلا أن يأخذ ورقة مزدوجة ويحاول الإجابة على جميع التمرين ليعود بعدها إلى هذا الفيديو لإكتشاف الإجابات الصحيحة معي ونبدأ بتصحيح التمرين الأول حيث نقم بالإجابة بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ أولا تكون النباتات في الجزائر أكثر كثافة في الصحراء هذه العبارة خطئة حيث تكون النباتات في الجزائر أكثر كثافة في الشمال ثانيا نرمز لملح الأزوت بيكا أيضا عبارة خطئة بحيث نرمز لملح الأزوت بيان العبارة الثالثة الحلفاء نبات يكثر في مناخ البحر الأبيض المتوسط أيضا عبارة خطئة بل يكثر في المناخ الصحراوي أما العبارة الآخيرة التي تقول يكون جنين الحيوانات البيوضة في الوسط الماء محميا بغلاف مارين هذه عبارة صحيحة إلى تصحيح التمرين الثاني حيث نقم بوضع الكلمات في مكانها المناسب ونكمل الجملة الأولى كالتالي تستمد النباتات الخضراء الأملاح المعدنية من الماء والتربة أما فيما يخص الفقرة الأخيرة فنقول كالتالي تتطلب النباتات الزراعية إضافة الأسمدة من أجل النمو الجيد وعكس ذلك فإن النباتات غير الزراعية تكتفي بكميات قليلة من الأملاح المعدنية مثل التي تنمو في حواف الطرقات والمنحدرات إلى تصحيح التمرين الثالث حيث نقول أن هناك نوعان من الإلقاح النوع الأول يتمثل في الإلقاح الداخلي حيث يكون في الوسط البري أين يتم الإلقاح داخل جسم الأنثى مثل الأرانب والدجاج ثانيا لدينا الإلقاح الخارجي ويكون في الوسط المائي أين يتم الإلقاح خارج جسم الأنثى مثل السمك إلى تصحيح التمرين الرابع حيث نبدأ أولا بكتبة العنوان حيث يتمثل في رسم تخطيطي لمكونات بيض الدجاج ثم نكتب البيانات من رقم واحد إلى رقم سبعة ونبدأ بواحد يتمثل في الجنين الرقم الثاني صفار البيض الرقم الثالث الأربطة الرقم الرابع بيض البيض الرقم الخامس غرفة هوائية الرقم السادس الغشاء والرقم السابع يتمثل في القوقعة